اشتركوا في القناة وعن تقدير مملكة البحرين للمستوى المتقدم للتعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في ظل التوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة متمنيا سموه لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا المزيد من التقدم والتطور من جانبه أعرب معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عن اعتزازه وتقديره للقاء سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مشيدا بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين من متانة وقوة تعكس حرص البلدين الشقيقين وعزمهما الأكيد على تعزيزها وتوطيدها في شتى المجالات بما يعود بالخير والنفي على البلدين والشعبين الشقيقين وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الصناعة والتكنولوجيا سبل تعزيزها وتطويرها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين